السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم قناة فائدة اليوم ساشح لكم برنامج على الايفون كيف تستعمل كاميراة الايفون كماس حضائي او كسكانر اول شي تروح اندل الاب ستور تنزل المكبل تحت اللي هو حق البحث بعدين تبحث على كام سكانر راح جيك اول واحد راح يظهر لك تحمل البنامج وننتظر التحميل طبعا هو راح ياخذ وقت لانه لان الحجم كبير بعض الشيء 56 مقاوات والان جاي تثبيت البرنامج اي احين راح يظهر لك اوبن او فتح تفتح البنامج تغطي ساعة بتسحبه ميلي ميلي للي ساعة هبه هبه راح يجيك تحت في خيارين احين في sign in وفي use now تضغط على use now اللي هو الخيار الثاني الصغير راح يفتحك واجهة البنامج عشان تصور تستخرم الخيار الكاميرا اللي في الوسط تحت تصور اي صورة مثلا هذي جبتها وعقة calculus الله يسترخ راح تصورها فهو راح يقصها بالشكل اللي انت بيه بالضبط يعني محتد تتوي شيء هذه الوعقة هين تساعة ديسكا تجد تخليها اصل تجد تخليها شوية مفتحة اصل يعني عندك خيارات عديدة وفي منها اللي هو key glass لا key scale f1 بس بدين تحطيها حفظ ثم اذا انت بيه تحفظها في الالبوم تدخل على الصورة بدين تحط مو هنا في two album اللي يوديها البوم الصورة تضغط الالبوم خاصة حين سوى لها حفظ اذا تبغى تغسلها على ايميل هأتوح من دي الايميل تختار نوع الصيغة بدين تحط اليميل موصلة اتمنى كان شرحي وافي لا تنسى اللايك وسبسكايب شكرا جزيلا على المشاهدة اشتركوا في القناة